مرحبا بكم جميعا أصبح مصطلح البيئة الآمنة في السنوات الأخيرة الكلمة الأساسية التي تظهر في جميع المناقشات السياسية ذات الصلة بالشأن السوري ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم من تأكيد جميع الأطراف على أن البيئة الآمنة تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق أي مكون من مكونات الحل السياسي في سوريا إلى أنه لم يتم تحديد ما هي هذه البيئة بالشكل الواضح ولم يتم وضع خارطة طريق لتحقيقها أيضا والأهم من ذلك أنه لم يتم استشارة السوريين حول الشروط ومحددات تلك البيئة الآمنة التي يتم التحدث عنه كما أن مقاربات العودة المرتجلة والجزئية التي ترحب بها حاليا بعض الوكالات والمنظمات داخل سوريا تشكل خطرا على سلامة مصالح المهجرين السوريين وبالتالي يجب استبدالها بجهد حقيقي للتعبير عن الواقع الحالي بكل شفافية والعمل على إيجاد الحد الأدنى من شروط العودة إلى سوريا ولذلك يجب استشارة المهجرين السوريين وإشراكهم في صياخة خطوات ملموسة لتنفيذ البيئة الآمنة على نحو المحدد من قبلهم وبشكل مضمون من خلال الحضور الدولي القوي ويعتبر هذا هو الحجر الرئيسي لعودة آمنة وكريمة وطوعية وقاعدة لأي حل المستدام لسوريا واليوم معنا الدكتور عبد الحمير العواك دكتور في القانون الدستوري في جامعة ماردين أرتقلو ليتشرح أكثر عن مفهومة البيئة الآمنة وخارطة الطريق لتحقيقهم شكرا جزيلا لك دكتور عواك لموجودك معنا أولا بأول سؤال تعريف البيئة الآمنة في سوريا عندما نتحدث أو عندما يتم طرح مفهومة البيئة الآمنة في سوريا فما هو تعريف هذه البيئة؟ الحقيقة البيئة الآمنة طرحت من عدة تصورات لكن الجميع يطرحها من التصور الذي يناسبه سواء بعض الدول المضيفة تطرح مصطلح مغاير لحقيقة البيئة الآمنة أو سواء النظام عندما يرغب ببيئة آمنة تخدم مصالحه وتخدم زيادة أرهابه للاجئين لكن الحقيقة البيئة الآمنة إذا أردنا أن نعرفها بشكل علمي ودقيق ومن وجهة نظر السوريين على ما أعتقد أو الوجهة نظر التي يطلبها السوريين بيئة آمنة ومحايدة البيئة الآمنة هي البيئة التي تكون خالية من مصادر الخطر المادية والمعنوية الناتجة عن البشر أو غير البشر والحيادية يعني بيئة آمنة وحيادية حيادها يعني التزام الدولة السورية والأطراف الأخرى المتنازعة معها بالتعامل مع اللاجئين والنازحين والعائدين للدولة السورية والمقيمين على أراضيها ولم يغادروها وفقاً للقانون لأحكام القانون ومبادئ العدالة على قدم المساواة بين كافة الفقرقاء دون محابة لفريق على حساب فريق أو ميل لفريق على آخر ودون تمييز لا على أساس إثني أو مذهبي أو ديني أو طائفي أو لغوي أو معتقد أو انتماء سياسي أو ممارسة سياسية مارسها اللاجئ قبل مغادرته سوريا أعتقد هذا هو التعريف الذي يرغب به السوري حتى يعود إلى بلده سوريا هذا التعريف يؤدي إلى عودة اللاجئ على ماذا يستند موقف الرابط السورية لكرامة المواطن بشأن تنفيذ البيئة الآمنة في سوريا؟ البيئة الآمنة في سوريا يستند موقف الرابط السورية لكرامة المواطن على موقف قانوني ومن الموقف القانوني ينطلق إلى الحالة العملية بالموقف القانوني يستند على القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أكد فيها بيان جينيف 2012 على أهمية إنشاء بيئة آمنة ومحايدة يمكن أن يتم فيها الانتقال وكذلك القرار 22-54 الذي رسم الحل في سوريا عام 2015 أكد على الحاجة الماسة لتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وإعادة تأهيل المناطق المتضربة هذا المستند القانوني يعطي الرابط الحق في أن تضع الالتزام على الأمم المتحدة فالحالة التنفيذية تطلب من الدول ومن المجتمع الدولي أن يساهم بهذه العودة إذن آلية التنفيذ يجب أن تساهم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحيث تكون الأمم المتحدة هي مراقب هي حامل عودة اللاجئين والنازحين وبدون تلك الحماية لا عودة للاجئين لأنهم يتركونهم لبيئة خطرة البيئة التي غادروها في المرة الأولى هي ذاتها دون هذه الحماية ودون هذه الرعاية تمام دكتور هل ورقة البيئة الآمنة التي ستطرحها الرابط السوري لكرامة المواطن قريباً هي مجرد تعريف نظري للبيئة الآمنة أم أنها فعلياً تمثل خارطة طريق للعودة؟ الحقيقة الورقة التي طرحتها منظمة كرامة المواطن هي ورقة شاملة ورقة من حيث النظري ومن حيث الإجراءات العملية وتشكل خارطة طريق متكاملة تنطلق من مرحلة ما قبل عودة المواطن بمجموعة من الإجراءات تسبق عودته وهناك مجموعة من الإجراءات تترافق مع عودته وهناك إجراءات بعد أن يصل إلى الدولة السورية إجراءات أيضاً ما بعد العودة فهي خريطة كاملة شاملة معالجة لكل الإشكاليات القانونية التي ممكن أن تعترض طريق اللاجئ أو حتى النازح عندما يعود إلى موطنه الأصلي بالتأكيد هي ليست مجرد تعريف للبيئة الآن تجاوزت ذلك إلى إجراءات تفصيلية وإجراءات صغيرة من التفصيليات بحيث عالجت كما ذكرنا جميع الإشكاليات التي ممكن أن تعترض حق العودة ونستطيع أن نجملها بحق الإنسان في الحياة والكرامة والحرية وحقه في استعادة جميع ممتلكاته التي خسرها أثناء النزاع لو يمكن دكتور نختصر مراحل العودة نخططك فاكرة الإجراءات التي يجب القيام بها أو تحقيقها قبل العودة، أثناء العودة وبعد العودة كيف يمكن اختصار هذه الإجراءات؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن تحقيق هذه الإجراءات أو الشروط؟ هناك إجراءات ما قبل عودة اللاجئ أو النازح يجب أن تقوم بها الدولة السورية تقع على عاتق الدولة السورية ويقع على عاتق المجتمع الدولي أن يلزم الدولة السورية بالقيام بهذه الإجراءات السلطة التي توجد في سوريا أثناء إعلان العودة يجب أن تقوم بهذه الإجراءات ما هي هذه الإجراءات؟ إجراءات متعلقة بالحقوق والحريات الحقيقة المواطن السوري كان فاقداً للحقوق والحريات فاقد بسببين؟ السبب الأول هو النص على الحقوق والحريات حيث أسس النظام السوري لمنظومة استبداد تنطلق من الدستور السوري وأسس لممارسة عملية تنتهك هذه الحقوق والحريات لذلك يجب أول أمر خلق بيئة مواتية لممارسة الحقوق والحريات للإنسان الأمر الآخر نتيجة تدخل الجيش في النزاع وانتهاكه لكثير من القوانين وانتهاكه لحقوق وحريات المواطن واعتداء على ممتلكاته يجب أن نقوم بإصلاح هذه المنظومة هذه المؤسسة وإعادة هيكلتها بحيث تكون مختصة في مسألة النزاع الخارجي فقط ولا تتدخل بالشؤون الداخلية ويبدأ هذا الإصلاح من الحالة القانونية من التنظيم القانوني من إعادة الهيكلة من الابتعاد عن طائفية الجيش إلى آخر كذلك الأمر إصلاح الأجهزة الأمنية وهي أخطر ما يمكن أن يهدد المواطن هذه الأجهزة الأمنية تحتاج إلى إعادة هيكلة في جهاز واحد تحتاج إلى رفع الحصانة عنها تحتاج إلى المساءلة تحتاج أن لا تبقى بمناء عن المساءلة تحتاج المساءلة عن جرائمها السابقة واللاحقة بحيث يشعر عنصر الأمن أنه مسؤول أمام القضاء وأمام الجهات المسؤولة عن ما يرتكبه هذه المؤسسات التي انتهكت حرمات المواطن منذ ما يزيد على خمسين عاما تحتاج إلى إعادة هيكلة نحتاج إلى إعادة صياغة قوانينها للعلم يعني توجد قوانين في سوريا بالأجهزة الأمنية تعطيها حصانة وهي سرية هذه القوانين يجب أن تلغى هذه المنظومة القانونية الأمر الآخر يجب أن نصلح أيضا مؤسسة القضاء مؤسسة القضاء بالأصل هي الحارس الحقيقي والفعلي لحقوق وحريات المواطن هذه المؤسسة يجب أن نصلحها على طريقتين إصلاح بنيوي من داخلها بحيث لم تعد هذه السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية كما هو العال الآن بحيث يكون أعضاء مجلس القضاء جميعهم من القضاءات ومن المستقلين ومن المحايدين ومن المنظومة القضائية ذاتية الإصلاح الآخر هو إصلاح خارجي وعلاقة هذه السلطة مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية الإجراء الآخر يجب أن نغير منظومة كبيرة من القوانين من قانون الطوارئ إلى قوانين الأجهزة الأمنية إلى قوانين السلطة القضائية مجموعة كبيرة من القوانين أسس عليها الاستبداد أفعاله وشرعا جميع هذه الأفعال التي انتهكت حقوق المواطن هناك أيضا الحق العودة أن المواطن هذا اللاجئ من حقه أن يعود أو لا يعود لا يكفي أن تقتنع الآخرين أن البيئة الآمنة موجودة ونلزم هذا المواطن بحق العودة يجب أن يقتنع هذا الإنسان أنه فعلا حق العودة موجود الحق على حصول معلومات كافية أنا حقي قبل أن أعود حق المعرفة أني أعرف هذه المعلومات كيف هو وضع البلد هل الإصلاحات تمت أم لم تتم ومن حقي أيضا أن أنشرها دون أي عاقد والأمر الآخر أنه حق رفض العودة بالمطلق وقبل جميع هذه الإجراءات يجب أن يصدر عفو عام حقيقي عن جرائم لم ترتكب لكنها سجلت بمحافل القضاء وسجلت على أنهم هؤلاء متهمين ومجرمين ويجب أن يصدر عفو عام ينهي كل هذه القضايا وبحيث أن أنا أذهب بسجل عدلي قبل أن أطع أرض الوطن أنا لا يوجد عليه أي دعوة قضائية أو افترائية هذا بالنسبة للإجراءات السابقة لعودة اللاجئين أما الإجراءات وتغييرات سؤال بالنسبة للإجراءات قوية عودة اللاجئين لحدوث مثل هذه التغييرات الجذرية في سوريا قد استارق الأمر طويلة فهل نحن نتحدث عن وجوب انتظار تحقيق هذه الإجراءات بأكملها قبل البدء بعملية عودة المجرين السوريين؟ لا يمكن عودة اللاجئ قبل قيام هذه الإجراءات هذه الإجراءات لا تأخذ وقت على فكرة عندما تكون الإرادة لكن تحتاج إلى إرادة وطنية وإرادة دولية تحتاج الدنيا السلطة القائمة في سوريا ليست بالضرورة هي السلطة الموجودة الآن السلطة القائمة في سوريا هي السلطة التي تستطيع قيام بهذه الإجراءات لا يستطيع المواطن أن يعود إلى الوطن في ظل جيش في ظل أمن ينتهك حقوقه حرياته في ظل منظومة قانونية تؤسس لهذا الفساد وتؤسس لهذا الانتهاك لا يمكن للمواطن أن يعود دون هذه الإجراءات ودون تحقيق هذه الإجراءات وهذا رد عملي حقيقة على من يقول بأن البيئة الآمنة جاهزة هذا رد حقيقي كيف لك أن ترد على من يقول لك الآن أن سوريا هي بآمنة نحتاج إلى هذه الإجراءات وهذه خارطة الطريقة التي نضعها أمام المجتمع الدولي أمام الأمم المتحدة أمام المجتمع العوربي وأمام كل من يقول لنا عودوا إلى دياركم حتى من الأصدقاء نقول لهم هذه الإجراءات هي التي تحقق شروط العودة نعم شكرا دكتور أثناء العودة ما هي الإجراءات التي يجب أن تحققها؟ الأثناء العودة الحقيقة يجب أن لا تتم العودة تحت إشراف النظام فقط أو السلطة القائمة في سوريا لأن هناك أطراف متنازعة من كل الجهات يجب أن تكون المراقبة الدولية والإشراف على عملية العودة من قبل منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي البداية تبدأ عندما يتخذ مجلس الأمن قرار لإنشاء قوى عسكرية متعددة الجنسيات تتألف من قوات برية وبحرية وجوية من دول متعددة لكن شريطة ألا تكون من الدول التي دخلت في الصراع السوري بحيث أن هذه الدول تراقب أي حالة انتهاك وتمنعها ويجب أن يكون لدينا خطة كاملة بالعودة إلى الوطن في البداية يجب أن يكون لنا جدول بأسماء اللاجئين الراغبين بالعودة تأمين العودة بسلامة أصدار وثائق تعريف لمن يحتاجه وهم كثر اليوم كثير من السوريين ولدوا في دول الشتات وهم لا يحملون هذه الوثيقة العودة ممكن أن يكون الشخص أيضا لا يمتلك هذه النفقة فممكن أن تكون على نفقة الأمم المتحدة أو الدول التي استضافته باللجوء متابعة العودة من خلال نجام بالأمم المتحدة موجودة ومنتشرة على كامل الجغرافية السورية تستقبل هؤلاء اللاجئين تراقب العودة تراقب أنه لم يحصل انتهاك عندما يصل إلى البلد أيضا هناك حق في التنقل يجب أن من حقي أن أعود إلى الموطن الذي خرجت منه أو أغير هذا الموطن ليس له أحد حق اختيار وجهة العودة كل هذه القضايا مترافقة هذا الأمر مع آلية المحاسبة والمسائلة من قبل لجنة قضائية دولية وطنية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحب عم وجرائم ضد الإنسانية لأنه لا عدالة من دون مساهلة فإذا لم تتحقق هذه المساهلة العودة ستكون محفوفة بالمخاطر وعودة الأمر إلى ما كان عليه مثل ما كان عليه الوضع في قبل عام 2011 تشكل لجنة قضائية مهمتها أيضا المفقودين وجد لدينا عدد هائل وكم هائل من المفقودين حتى نطم إن ذويهم يجب أن نضع لهم لجنة قضائية مهمتة تتبع وضع المفقودين وتبيان مصيرهم وأعلان هذا المصير للأهل أيضا ترتيبات العودة داخل الأرض من تسهيل العودة من منع الملاحقة والعقوبة كل هذه القضايا توزيع مساعدات العودة العوائل التي ستعود في البداية ربما لا تمتلك حتى الطعام ولا المأوى ولا يجب أن تقوم الأمم المتحدة بعملية الإغاثة كاملة الإعلام أيضا هناك إعلام محرض على اللاجئين والنازحين يجب أن يتوقف هذا الإعلام ولا يمكن أن يكون هذا الإعلام خلال الإجراءات كل هذه الإجراءات تتيح للاجئ أن يعود إلى أرضه بسلام هل تعتقد أن هذه الإجراءات يعني إجراءات ما قبل العودة أو إجراءات أثناء العودة ممكن تحقيقها أو ممكن على الأقل أن عمل على تحقيقها في ظل وجود نظام السوري في ظل وجود الأجهزة الأمنية للمظام السوري حاليا إذا كان الجواب لا ما هو الحل يعني لو نحن أعتبرنا أتت سلطة أخرى هل تستطيع هذه السلطة أن تضبط الوضع في البلاد من أجل تحقيق هذه الإجراءات الجواب أكيد أنت جاوبت عليه لا وكل مواطن سوري يجيب عليه لا لأن النظام السوري حقيقة من يتتبع أمره ومن يتتبع سلوكياته سيجد أنه لا يريد العودة لا يريد عودة اللاجئين ولم يبادر بأي مبادرة حسن مية لعودة اللاجئين هو رافض عودة اللاجئين النظام السوري سياسة ممنهجة وثابتة لديه على عدم عودة اللاجئين أما بالنسبة للسلطة القادمة أعتقد أي سلطة قادمة بدل هذه السلطة المستبدة الظالمة الغاشمة ستكون أولى أولوياتها هي هذه الإجراءات وبالتالي أنا أعتقد أي سلطة سوف تكون سعيدة بهذه الورقة بأنها تشكل لها خارطة طريق أن يعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة فهذا يسهل عليه كثير العمل وبالتالي إصلاح هذه المؤسسات ليس بالأمر الخطير وليس بالأمر لأنه لا يخاف العدالة إلا المجرب ولا يخاف الحق إلا الظالم فهؤلاء السلطة يفترض بها القادمة في مكان السلطة الحالية هي سلطة ليست ظالمة وبالتالي هي تستطيع القيام بكل هذه الإجراءات وأعتقد أن المجتمع الدولي سوف يتساعد معها في سبيل قيام بهذه الإجراءات وعودة اللاجئين وإنهاء مأساتهم نعم شكرا دكتور بالنسبة للإجراءات ما بعد العودة إجراءات ما بعد العودة هي تتلخص بإجراء فقط لحظي أن الإجراءات أغلبها هي تتم قبل العودة وأثناء تنفيذ العودة يعني بما يعادل يعني إذا أردنا أن نفردها مفردات 18 إجراء دون الدخول بجزئياتها وكل مفردها لها جزئياتها لكن ما بعد العودة هي إجراءين حق عودة الإجراءات إجراءات استعادة الملكية والتي تتلخص بأنه نشكل لجنة قضائية مستقلة ومحايدة للنظر في منازعات الملكية وتبدأ الدعوة طبعا ممكن أن تبدأ الدعوة من قاضي البداء في المحافظة اللي وقع بها الضرر ونزود هذه اللجانب الموظفين اللازمين وبالتقنيات وبالنفقات اللازمة ونعتمد سجل العقاري ونعتمد كل هذه القضايا ونستطيع أن نوصل للناس إلى ممتلكاتهم سواء بالعودة للممتلكات أو بالتعويض عن الممتلكات تعويض عيني أو نقدي لأنه هذا أمر مهم جدا يعني لا يمكن أن تعود أنت الآن أو أي مواقن سوري مع عائلته وتقول له أنصب خيمة لا يمكن العودة العودة يجب أن تترافق مع عودة ممتلكات الناس إليها إعادة الإعمار تشكيل لجنة هيئة وطنية لإعادة الإعمار تلقي المساعدات والقروض وتشكيل لجان مراقبة ولجان فنية لأن المراحل إعادة الإعمار في جميع الدول لا تخلو من حالة الفساد حقيقة لذلك نحتاج إلى لجان مراقبة ولجان فنية حتى نستفيد من القروض والمساعدات أقصى أنواع الاستفادة فمن الملاحظة الآن أن القفز النظام عندما يطلب العودة دون هذه الإجراءات هو قفز يعني القفز على كل هذه الإجراءات لا يمكن لا دولة صديقة ولا دولة حليفة للأسد ولا أمم المتحدة تستطيع إقناع السوريين دون القيام بكل هذه الإجراءات بشكل متسلسل وبشكل ما قبل العودة وأثناء العودة وما بعد العودة حضرتك كالدكتور يعني سلط الضوء على نقطة همنا جدا أن روسيا كانت تسعى من أجل بدء عمليات إعادة الإعمار في سوريا حضرتك هلأ قالت أنه بعادة الإعمار هي حتى ليست ضمن إجراءات لا قبل ولا إثناء هي إجراءات مع بعض العودة نحن دون وجود البيئة الأمنة في سوريا لا يجب أصلا التحدث عن أي عمليات إعادة الإعمار لسوريا صحيح؟ صحيح والدليل على ذلك أنه بغض النظر عن الموقف الأمريكي سواء كان صحيح ولا غلط لكن الموقف الأمريكي يعارض هذا الأمر وهو يرى بأن القيام بكل تلك الإجراءات قبل إعادة الإعمار لكن إعادة الإعمار الغاية منها من قبل روسيا والنظام أنه يقفز إلى الحلقة الأخيرة ويضع العربة أمام الحصان ويقول لأن الجميع يعلم إعادة الإعمار هي النقطة النهائية بعودة اللاجئين فلذلك وضع هذا الأمور هو قلب الطاولة قلب الأمور قلب مجريات والسير بعكس طبيعة الأمور وبالتالي لن يؤدي هذا الأمر إلى نتيجة يعني الآن لو النظام أعلن عن منطقة معينة وأعاد إعمارها بأروع ما يكون وهذا طبعا لا يمكن أن يكون ومع ذلك يطلب العودة من الناس لن يعودوا الناس من دون تلك الإجراءات السادقة صحيح شكرا جزيلا لك دكتور فعلا كان حديث جدا شكرا أستاذ هيا شكرا لكم شكرا على المعلومات شكرا لكم شكرا شكرا